السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم هياب السرفاندي من قناة إيابتي فيك في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم بيكون أول يوم في الهدنة المؤقتة وهذه الهدنة بتبدأ اليوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين أربع أيام متواصلة وإن شاء الله بإذن الله تعالى تستمر وتنتهي هذه الحرب وتنتهي هذه الأزمة وإن شاء الله على خير وسلام ربنا بيقدرنا ويعين الجميل اليوم في عنا حاجة جديدة بدنا نشوفها في موبايلاتنا كيف أقدر أنزل على جهازي الهايبر او اس الهايبر او اس إحنا بنعرفه نفسنا كلنا ننزل الهايبر او اس لأنه الهايبر او اس نظام جديد في أجهزتنا شاوم نريد موبوكو ونزل وبالتسلسل هاي بدا يجو الآن بلش يصل من شاوم 14 وانزل للنسخ الصيني وفي أول العام من 2024 في الربع الأول هينزل للنسخ العالمية واليوم احنا بدنا نجرب التجربة أو تجربة الهايبر او اس الهايبر او اس زي ما انتم شايفين هذا هو مركز التحكم مركز التحكم هذا عبارة عن مركز التحكم بعمل له تعديل من هذا المكان بقدر أضيف وأشيل من هذا المكان ليش ما بتقدر تشيل لأنه انا اصلا ما اخذ الحد الأدنى يعني انا ما اخذ الحد الأدنى بقدر اضيف كمان مسلا اربع ايقونات بتقدر اضيف الآن وتحط هيطل عندك السالب والموجة تمام تمام الآن هذا مركز التحكم لو اجينا هنا حطا عز انه هنا شاشة القفل ممكن انا استخدم هذه الشاشة القفل ممكن اجيه هنا انقر نقرتين في هذا المكان تغير اللون في شاشة القفل زي ما انت شايف وعندك لما انت تيجي انت تيجي تسكر وتفتح هتلاقي فيه اناميشن موجود معنا في الساعة طيب لو اجينا على الاعدادات واجينا على حول الهاتف واجينا على رقم 14 هناخد الشكل هذا شاومي هايبر او اس ومكتوب هايو بيتا شايف انت ما اخذ انت نسخة البيتا بشكل البيتا لو اجينا عملنا كمان اعادة تشغيل طبعا اعادة تشغيل بهذا الشكل او بالشكل الثاني هتاخد شاومي هايبر او اس بالشكل هذا لما انت تيجي تعمل اعادة تشغيل او لما انت تيجي تفتح الجهاز بالنسبة للآيقونات هذه الآيقونات اللي أنا بقدر أستخدمها على جهازي ملاحظين ه nourric은 اللي أنا بقدر أستخدمها في عندنا هنا زي ما انت شايف هنا يعني مش عارف ان هذا ليش مربع اصلا هذا مربع والباقي شكلهم شكل عادي ليش الاتصال مربع ما بعرف ليش هيك شكله هيك طلعت معي كيف نحصل على هذا الشكل وكيف نحصل على الكلام والاشكال اللي أنا شوفتها مع الآيقونات هنجي بشكل سهل جدا على تطبيق الثيمات ونجي على المكان هذا نجعل مكان هذا ونبحث هنا اكتب لي تلاتة سيرش هيطلع معنا تلاتة هذي اللي انت شايفه الان بعد ما تنزله هتيجي على تخصيص التعينه لكل الجهاز هي تعين نسبة للمطور هاي المطور هذا هو المطور عشان ما تغلطش الان انت بهذه الطريقة حصلت على هذا الكلام اللي انا حصلت عليه الان بدنا نيجي ننزل الايقونات طلع معي هان ايضا هتحصل على مركز التحكم بهذا شايفين كيف انت بدل ما هو دوائر اصبح بشكل زي الايو اس هنيجي نبحث عن اسم هذا الثيم بروبيك بعد ما ننزل ونخلص هنرجع ونرجع على المكان هذا ونيجي على ثيمات مخصصة ونيجي على الايقونات ونيجي نختار بروبيك تعين والان احنا حصلنا على الايقونات هايها هاي الايقونات تمامي معلم شيل الساعة هادي واحدف لي اياها وتعال هانا على الاضافات وتعال اختار من هذا المكان اختار ساعة بلندادو ست فيه ثيم اسمه هايه بلندادو ست تكون منزله وبتختار الساعة تبعته وهي الساعة تبعته وطبعا بتحركها وفي عندي كمان على التليجرام قناة الخلفية بتختار الخلفية اللي بدك اياها مسلا هادة الخلفية بتعملها حفظ بتحفظ الصورتين ازا بدك وبعدين بتيجي على المعرض بتختار الصورة بتقولها التعيين مسلا كخلفية للشاشة وهي تعيين للشاشة الرئيسية والان هتصير عند الخلفية مختلفة تمام تمام يا معلم بتيجي تعمل زيك وبتيجي على الاضافات على الاعدادات وحجم الايقونة اياها كبيرة صغيرة بتتحكم فيها من هذا المكان طبعا في ناس لو وجيت عملت زيك وجيت على الاعدادات وعلى المزيد في عندك هنا الشاشة ممكن تختار مسلا اقتراحات جوجل لو اخترت منصة التطبيقات وجيت عملت زيك وجيت على اضافات اجدتك الشكل هذا بتقدر تيجي تدخل على اضافات من هذا المكان هنا بتيجي تمشي 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 بتيجي هنا على الكل وبعدين تيجي على ادوات الاندرويد بتظهر عندك هذه الساعات او هذه الاشكال ممكن ايضا لما تيجي هنا وتيجي على ثيمات مخصصة وتيجي على نمط القفل في عنا نمط القفل فيه تخصيص في التخصيص هذا ممكن انت تتحكم مثلا هاي الثيم والبيبر ممكن تخصص صورة وممكن اعدادات اخرى تتحكم فيها من هذا المكان تشوف ايش المناسب مثلا هيو انا كنت اعمل زي هيكة الان مثلا بتفعل الان الكاميرا موجودة هنا سوايب هيكة هيها سوايب هيكة بتفتح الكاميرا لو جيت قفلتها لو سحبت خلص ما في عندك فتح الكاميرا خلص يعني هنا هنا لو جيت فتحتها مرة اخرى طلعا هي السحبة هيك هتفتح كاميرا بس انت هتفتح الشاشة هتفتح معك الكاميرا وهذا ما كان لدينا نلتقى ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتكم سلام